اشتركوا في القناة ولان تاريخها ليس بالسهل حيث بدأت الدراسة بالقسم الثانوي في كلية غردون تذكارية في عام 1905 وفي العام 1937 رأى بعض المسؤولين الاجانب وضع خطة لتطوير الكلية بما يمكن طلابها من اليلوس لامتحان شهادة كامبريج وتم تكوين مجلس اطلق عليه مجلس امتحان الشهادة المدرسية تحت اشراف جامعة كامبريج بلندن فكيف لشهادة لها هذا التاريخ ان تثار الشكوك بنزهتها طبعا شهادة سودانية بتحصل فيها معالجات المعيارية دي بتحصل طواري لكن انا بفتكر من نظري الشخصية ان المعالجة تكون داخلية يعني اجتمع مع الناس السكيرتارية داري امتحان او المجلس امتحان داري امتحان داري داخلية بتضعف الشهادة السودانية لان الشهادة السودانية من اقوى الشهادات في الوطن العربي يعتقد بعض الصحفيين ان استخدام الاعلام في مثل تصريحات كهذه قد يقول بنتائج عكسية فباعتقادهم ان هذه شؤون داخلية يمكن ان تحسم بقرار يخص ترتيب اروقة بيت الوزارة الداخلي وان الشارع قد تأثر واكبر دليل رد الفعل الواسع الذي احدثه فمن جانب تمر على المواطن ضغوطات اقتصادية ومن جانب اخر معرفة فشل ماض في الوقت الحاضر لجوء وزير التربية والتعليم الى نهجة الشفافية والوضوح انطلاقا من مبدأ ان ثورة ديسمبر بنيت على اسس انطلاقا من شعار الحرية والسلام والعدالة التي تقتضي المكاشفة الصريحة مع الشعب السوداني ولكن يبدو ان وزير التربية والتعليم ركز على منهجية او اسس التعليم بعيدا عن الحديث عن بعض القضايا التي لها اسقاطات او لها افرازات مهمة جدا جدا على مستوى ملف كملف التعليم الذي تعول عليه اي دولة التأثير الذي سببه التأثير الذي سببه التصريحات التأثير الذي سببته التصريحات بحسب رأي المراقبين قد يعود على سمعة الشهادة السودانية نفسها وليس النظام السابق فهناك بعض الدول الشقيقة لها تعاون اكاديمي مع السودان وترسل مواطنها للتعلم في المدارس السودانية وهذا فيه مكاسب اقتصادية وثقافية اجتماعية على السودانيين وقد يعاد النظر في التعلم في السودان مستقبلا تصريحات وزير التربية والتعليم قبل عدة ايام تصريحات اتفق معها البعض واختلف معها البعض الاخر والسواد الاعظم يرى بان هذه التصريحات وسائل الاعلام ليست بمكانها المناسب اصطفى الزواوي قناة طيبة الخرطوم طيبة لحياة طيبة